النهاردة عندنا شقة اربع غرف وصالة بيجي معها حديقة خاصة. الشقة مفروشة بالكامل فرش بتاعها جدا. راقي. الشقة مطلة على البحر. آآ داخل مبنى مستقل. مبنى لسه عمر البنى لسه جديد. آآ خليها نشوف الشقة اللي احنا فيها دي الاولة عندي هنا ده مدخل الشقة. مدخل الشقة عندي المدخل العمارة نفسه من هناك على المدخل هناك اهو على الشقة على طول. اول ما بدخل بيجي عندي ده دولاب في المدخل. مدخل بتاعها واسع. في الطابق دوت بيجي مطبخ وصالة وغرفة نوم وحمام. وتحت تلات غرف معهم اتنين حمام منهم واحد ماستر. خليها نبدأ الاول عندي هنا ده المطبخ. كامل من الاجهزة كهربائية تلاجة غسلت سحون فرن وبتجاز شفاط. وفي عندي بلكونة. هي دي كده مساحة البلكونة ممكن يتحط فيها ترابيزة مطلة على البحر زي ما انتم شايفين. بالكامل مفيش حاجة تقفلو عليها. هنيجي بعد كده على الصلاة. عندي هنا مكان ترابيزة الطعام. عندي تكيف موجود. دي هنا الجلسة. تلفزيون. عندي شباك جانيبي. وعندي شباك هنا كبير برضو مطل على البحر زي ما انتم شايفين. وعلى المدينة بالكامل. ومن الجزء ده قادر اشوف الجبال برضو. الشقة لسه جديدة. مسكنتش خالص. والفرش اللي فيها لسه جديد. هنيجي بعد كده عندي هنا غرفة نوم. محطوط فيها سرير. ودولاب ممكن تاخد سرير تاني. وعندي شباك برضو مطل نفس اطالة الصلاة على البحر بالكامل. عندي في الطابق دوت في حمام موجود. عندي هنا ده حمام. هنا شاور موجود. بعد كده عن ننزل تحت غرف النوم. عندي تلات غرف نوم زي ما قلت لكم. منهم غرفتين بيجوا ماستر. خلينا نبدأ الاول دي غرفة. عندي هنا سرير. بعد كده عندي غرفة تانية. عندي هنا دولاب. عندي سريرين زي ما انتم شايفين. في شباك هنا. في شباك تاني. عندي الحديقة اللي تحت دي خاصة بالشاقة هنشوفها دلوقتي. غرفتين اللي احنا شفناهم. دول يخدمهم الحمام دوت. ده مكان الغسالة. عندي هنا مكان الشاور. بيجي بعد كده دي لغرفة النوم الماستر الرئيسية. مكان الحمام موجود. وعندي هنا السرير مع الدولاب والتصريحة. ومن خلالها بنقدر نخرج على الحديقة بره. عندي هنا دي كده. الحديقة اللي خاصة بالشاقة. دي كل دي مسحتها من هنا كده. كل دي كده. لحد الحديد اللي هناك ده كده. كل دي كده. الحديقة اللي خاصة بالشاقة شاقة. هم الطبيقين دول. بحديقة كبيرة مفروشة بالكامل. ومطلة على البحر. معانا للبيع. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو. السيار. المساحة. كل حاجة.